السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني حبايبي ان شاءت كله بخير وصحبه وعافية يا رب اخواني نريكم على حاجة اللي هي كيف تعرف ضعف النمو في الطير اللي هو زي كذا يا اخوان تلقى جناحه كامل ووجه هنا كامل لكن هنا تجي تشوف الظهر فاضي ما في شعر افوا ما في ريش اعرفت يا اخواني وزي كده الصدن عنده اماكن فيها ريش اماكن ما فيها ريش شايفين يا اخوان اقعد يا والد اقعد هذا يا اخوان شوفينه هذا كده يعتبر ضعف النمو في الطير يعني مو شرط في الباجي بتلقاه في الكروان وفي الروز وفي كل الطير مو في كل الطير اللي يعرفها هذه الصغيرة دي دايما يبان كده معايا شايفين يا اخوان ما في شعر هنا ولا هنا شايفين ما في ريش هذا يسمى ضعف النمو هذا اذا رحت في المحل ولا عندها حتبت تشتري من عنده طير وشفته في الطريقة دي يعني غالبا هيقول لك ايش الريش منتف من امه وابوه فانت ما انت عارف يعني الحقيقة ما يعرفه الا الله وصاحب الطير اللي بيبيعك هو فاشتري دماغك وابعد من الطير هذا نصيحة وهذا كل شيء ان استفت من الفيديو يا اخوية طيروا لغيرك وسلامتكم يا اخوان شكرا شكرا